السلام عليكم ومرحبا بكم معي مرة اخرى في القناة اليوم ان شاء الله قدي ينشارك معكم تحلية بالكغامل او لطانيت كغامل يجي الديد وسهل ومبسط ان شاء الله اخواتي يجبكم وتجربوه في المكونات ان شاء الله عندي هنا بسم الله على بركة الله 1 لتر من الحليب 4 ملاعق كبيرة من النيشة 6 ملاعق من السكر اللي كيبغي الحلوة بالزايد يدير 8 ملاعق عندي ملاعقة كبيرة من زبدة او 40 قرام فهنا في المرحلة الاولى قدي ناخدو كسخل او لطنجرة غير لاسقة نضعو فيها 6 ملاعق من السكر فانا ما كيبغيش الحلوة بالزاف غادي نقص السكر اللي كيبغي الحلوة وكيقدر عليها وكيبغي 8 ملاعق فغادي نخليه على نار هادية حتى كيدو باندنا السكر وكيتكرمل هنا المرحلة الثانية قدي ناخدو 4 ملاعق من النيشة وناخدو من الحليب كأس اللي غادي نوضعو على النيشة نحركوه حتى يدوب ضروري هاد المسألة ندروها اعلى البارد بهذا الشكل هادا غادي نحركوه مزيان ونخليوه على جانب هنا اخواتي مني كيدو باندنا السكر وكيتكرمل كيولي بهذا الشكل هادا يكون على نار هادية طبعا غادي نضيفو الزبدة ونحركو مزيان غادي نعلي النار ونضيف الباقي انتع الليتر انتع الحليب مع التحرك المستمر كيولي عندنا ذاك الخليط انتعنا او ذاك السكر كيولي يعني قابط فرسو اولى مجموعة كمقا كنحرك على نار عالية حتى كيدو بعد ضفت النيشة اللي حركتو مرة اخرى مع الحليب وكمقا كنحركو في هاد المرحلة كننقصو على النار وكنخليوه على نار هادية باش مكيتحرقش لينا من التحت لانه بسرعة ممكن انه يتحرق فغادي مقا مواصلة بالتحرك على نار هادية كيفما تكرت حتى كيغلى عندي الخليط بناء غادي 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 غلاعنا غادي نزولو من على النار واخواتين نوضعوه في كيسين او لاد غامكة او يعني تويسات اللي توفر عندكم داي بغين اللي بغيتو فبالنسبة لهاد الكؤوس فهي كبيرة كيفما يشبسوا معايا كؤوس شرب الماء غادي تعطاني خمسة منتاع الكؤوس غادي نواصل انني نصب هاد الخليط اللي عندي في الكؤوس ونلتقيه هنا بني نكملت الكمية اللي عندي غادي نخليه الكؤوس على سطح العمل او لخارج الثلاجة حتى كياخدوا درجة حارة المطبخ ومن بعد كنحطوهم في الثلاجة حتى كيبردو قدمتهم بهذا الشكل هذا زينتهم بهذا شوكولا نتع النجارة او لغولة بطعم الكعامل فان شاء الله تجبكم هاد التحليل انها سهلة ومبساطة وطلق لشهر الفضيل اللي وصلنا ليه سالمين نفقد